أقيم في ولاية إنديانا الأمريكية حفل تأبين لعامل الإغاثة الأمريكي بيتر كاسيجا الذي ذبح في سوريا على يد مقاتل ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية ولد كاسيجا الذان حضر حفل التأبين عبر عن حصرتهما لمقتل ابنهما بسبب حبه للشعب السوري ورغبته في التخفيف من معاناته حسب تعبيرهما وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد اعتبر مقتل كاسيجا عملا شريرا محضن نفذته مجموعة إرهابية وقتل كاسيجا في صفوف الجيش الأمريكي بالعراق قبل أن يترك الخدمة ويكرس حياته للعمل التطوعي في لبنان وتركيا وسوريا واختطف كاسيجا الذي يقول أصدقائه إنه اعتنق الإسلام واتخذ لنفسه اسم عبد الرحمن أثناء مهمة لنقل مساعدات إنسانية في سوريا عام 2013 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر